أنا حظي الحلو أنه ستنقيبة نورة ترتدي القبعات الثلاث قبعة واحدة من كبار صناعة السياحة في مصر واحدة أو قبعة بتاعة رئيس لجنة السياحة والطهران في مجلس النواب والقبعة الثالثة هي مقرر هذه اللجنة في الحوار الوطني وبالتالي لما شفتي المقترحات فبالتأكيد قدرتوا أنكم ترتبوا الأولويات بتاعتها وبالتأكيد شفتي أنه وارد يكون فيه مقترحات جديدة ما خطرتش على البال وتقدر يتقيمي جدوى المقترح وواقعيته طبعا أبرز هذه المقترحات الواقعية بص حضرتك إحنا الخريطة السياحية كما ذكرت قبل كده إحنا ما فيش حاجة أسمعها حقيقي خريطة السياحية إيه الخريطة السياحية؟ خريطة السياحية ده اللي بيحطهاها منظم رحلات اللي بيقول عايز أزور القاهرة إسكندرية لؤسور أنا مهتم بالسياحة الثقافية لا أنا عايز السياحة الشاطئية لا أنا ليا في الرياضة وعايز برضو عم الرياضة يعني هو اللي بيينأيي وهو اللي بيحط الأماكن الزيارة دي على الخريطة حلو يعني يا حضرتك عارف بكم طلبات الأحاطة اللي بتيجي للجنة طبعا لما ييجي حد يقول لي أنا عايز أحط قول أي محافظة على الخريطة السياحية ده بيقول له طب بيفي الخريطة عشان أحطها لأ الحضرتك بتتكلم على المحافظة لازم تتزار محطة لابد من زيارتها فعلا لازم نسلط الدوق عليها بس أنا بلفت في الحالة دي أنا لازم ألفت نظر السايح المسافر ومنظم الرحلات للمحافظة دي يبقى أنا عايزة إيه؟ عايزة ترويج وتسويق عايزة أقول له عندنا تل العمارنة عندنا المينيا لازم تشوفها ما تنفعش تروح لقصر وما تشوفش الحدة دي ما تنفعش تروح الجنوب يبقى أنا عندي دوري أنا كشركة سياحة دوري كوزارة ودوري لهيئة تنشيط السياحة يبقى إحنا التلاتة لازم نروج خلينا نتفق برضو إن الترويج ده وظيفة الدولة بتروج لمصر مصر إنما الفندق والخدمة القطاع الخاص هو اللي بيعمل تسويق بيها مش ممكن إن الدولة أو الوزارة هتروح تخبط على كل ونظر رحلات وأنا بجيب له ونظر رحلات يقابله وهو بيشتغل برضو على الدعاية عن الأماكن يعني الناس اللي بتتكلم دلوقتي عن المتحف الكبير الجديد عارفوا من إيه؟ عارفوا فيه إيه؟ الدعاية اللي اتعملت طبعا الكباش ده روج لإيه؟ روج للقصر المميوات وورى مصر ومشاها من جوه مصر الحديثة من مدان التحرير ومشي على الكورنيش وعمل إيه ووصل الفستان مش ده برضو طبعا ده دعاية الرئيس نفسه أنبيه وعادش فينا مش كده يبقى الدولة بتروج فاللي حصل إن الناس اتكلمت عن إن إحنا عايزين منتج خلينا نقول إن استراتيجية الدولة هي تحقيقة تحقيقة أو اللي سمعناه 30 مليون سايح ويبقى عندي دخل من هذه الصناعة 30 مليار دولار لا مصر تستحق أكثر من 30 مليون وأكثر من 30 مليار ما عنديش النهاردة طاقة استيعابية تكفي 30 مليون موسيقى موسيقى